نقطة تانية من النقاط اللي كان البعض بيتناولها بشيء من النقد هو المتعلق بالشكاوى من عدم المنافسة الحيادية ومزحمة الحكومة للقطاع الخاص في بعض القطاعات رئيس الوزراء قال إن الدولة أعدت وثيقة الملكية ودور الدولة وتوجودها وتعظيم الحياد التنافسي وإن تم الانتهاء من 17 مجمع صناعي كانت تكلفته حوالي 10.2 مليار جنيه في 10 محافظات تم تطوير البنية الأساسية والمناطق الحرة والصناعية أمام القطاع الخاص وإن الدولة خصصت حوالي 30 مليون متر مربع أراضي الصناعية بعضها دون مقابل في الصعيد في المقابل اكتشفنا إن 3 مليون متر بس هي اللي اشتغلت نتيجة شكاوى عديدة من المرافق وإسلوب طرح الأراضي دي رئيس الوزراء قال إن مصر كانت بتعاني كمان من عجز في الكهرباء 6.000 ميجاوات في 2015 وبعد توقيع عقود لتنفيذ بعض المشروعات أصبح لدى مصر حوالي 13.000 ميجاوات فائد في القدرات المتاحة بالشبكة القومية للكهرباء هل نسمع أكتر من المهندس مدبولي؟ إذا كنت أن تريد أن تبني بلد لعشرين سنة قدام وتقول لأي مستثمر تعالى اعمل مشروعات واستقر لعشرين سنة لازم يكون عندك فائد إحنا عملنا انتقلنا من قدرة أو توليد طاقة قهربائية متاحة من 28.000 ميجا إلى 59.000 ميجا يعني بنتكلم على 110% زيادة في قدرات التوليد الكهربائية في مصر في الوقت ده وقعنا حلم إنشاء محطة طاقة شمسية 22.000 المشروع على أرض الواقع بين بين رابع أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم حتى هذه المرحلة ولما سندخل المراحل القادمة فيه سيبقى يمكن التاني أو التالت على مستوى العالم شكرا